في أول حديث له عقب خروجه من البلاد قال الرئيس الأفغاني أشرف غني إنه أجبر على الخروج من كابل وأنه كان في القصر عندما أخبره الحراس بأن هناك ما يجبه الانقلاب بعد دخول طالبان العاصمة وأضاف غني إنه موجود في دولة الإمارات حاليا نافيا في الوقت ذاته أن يكون قد هرب من البلاد ولكن هناك من أبلغه أن رأس الحاكم مطلوب كما ونفى الرئيس الأفغاني خروجه بمليارات الدولارات كما صرح بعض المسؤولين الأفغان أحد الماضي أنا جئت إلى مكتبي بشكل عادي وذهبت ظهرا إلى وزارة الدفاع بعض الحراس جاءوا وأعلموني أن هناك شبه من الانقلاب وأخرجوني من المنطقة وفوق هذا لأن الطالبان وعدونا أن لا يدخلوا في العاصمة ولكن للأسف الشديد هم كانوا موجودين قبل الموعد حول الرئاسة يقول أولا لو بقيت على السلطة كنا نريد أن ارهاق الدماء في العاصمة وبعد ذلك كان المسؤولية كنت أتحمل كان يستمر الحرب في كل شوارع العاصمة الثاني بعد الدقائق لأجبروني أن أخرج من العاصمة وبعد الجنود التاليبان دخلوا إلى مقر رئاسة الذين كانوا يتكلمون ليس باللغة الأفغانية بلغة أخرى فحاولوا أن يبحثوا عني حتى حصلوا علي ولكن وكانوا يريدون أن يكرروا الفضايح قبل 30 سنة اللي كانوا في أفغانستان وكما تعلمون كما تعلمون أنا لا أخاف من الموت اللي فيها عزة والكرامة ولا أستطيع أن أتحمل ذلة وطني الغالي وأنا حاليا في أمارة العربية وبإذن الله سبحانه وتعالى سوف أرجع في مستقبل قريب إن شاء الله إلى بلدي وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد أعلنت أنها استقبلت الرئيس الأفغاني أشرف غني وعائلته بعدما فر من بلاده إثر سيطرة حركة طالبان على الحكم في أفغانستان وقالت وزارة الخارجية في بيان دولة الإمارات استقبلت الرئيس أشرف غني وأسرته في البلاد وذلك لعتبارات إنسانية وأفر الرئيس غني في وقت أحكم أحكمت الحركة طوقها على العاصمة التي دخلها مقاتلها أستولوا على القصر الرئاسي وكتب غني على فيسبوك انتصر الطالبان بعدما احتكمت إلى السيف والبنادق وهي مسؤولة الآن عن شرف الحفاظ على بلادها مؤكدا أنه غادر بلاده لتجنيبها إراقة الدماء لأن عددا كبيرا من المواطنين كانوا سيقتلون والعاصمة كانت ستدمر لو بقي فيها وصرح صفير الأفغاني لدى التجركستان أنه سيتقدم بطلبا للإنتربول الدولي من أجل توقيف الرئيس الأفغاني أشرف غني الذي فر من بلاده ومعه 169 مليون دولار من خزينة الدولة نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول في حركة طالبان قوله إن المسؤول في الحركة والقيادي البارز أناس حقاني التقى الرئيس الأفغاني السابق حامد كارزاي وأجرى معه محادثات في سياق سعي الحركة لتشكيل حكومة في البلاد وأضاف أن رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية عبدالله عبدالله كان حاضرا في هذه المحادثات دون ذكر المزيد من التفاصيل أفغانيا أيضا يعقد رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان المل عبدالغني برادر اجتماعات مع زعماء القبائل وعلماء الدين في قندهار جنوبية أفغانستان وذلك بعد أن وصلها أمس ثلاثاء قادما من الدوحة وقال مسؤول بالحركة إن قادة طالبان ليظلوا خلف جدار منسترية والتخفي وشار إلى أنهم يتحورون مع مسؤول الحكومة السابقين لضمان شعورهم بالأمان ومن المتوقع اليوم أي عود كبار قادة طالبان بمن فيهم رئيس جناحيا السياسي المل عبدالغني برادر إلى العاصمة الأفغانية كابل حيث تسعى الحركة إلى تعزيز سلطتها على البلاد وقد نقلت رويترز عن مسؤول في حركة طالبان قوله إن قادة الحركة سيشاركون في حوار مع مسؤول الحكومة السابقين لضمان شعورهم بالأمان وضف أن العالم سيرى بالتدريج كل قادة الحركة وليكن هناك أي تخف أو سرية وقال المسؤول إن أي شكاوى يتقدم بها مدنيون ضد أي عضو من أعضاء الحركة سيتم التحقيق فيها سريعا نقلت أيضا وكالة رويترز عن شهود عيان أن ثلاثة أشخاص أصيبوا قتلوا وأصيب عشرة أخرون بعد إطلاق مسلح طالبان النار على مظاهرة في مدينة جلال أباد عاصمة ولاية ننغرهار شرقية أفغانستان وقد خرج متظاهرون يحملون العالم الأفغاني في احتفال يوم عيد الاستقلال الوطني هذا ولم يصدر أي تعليق عن حركة طالبان حتى الآن بشأن الحادث وتستخدم حركة طالبان علما أبيضا عليه شهادة التوحيد بالخط الأسود قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن المناقشات جارية بشأن العالم الوطني المستقبلي سيقن متصل نقلت وكالة رويترز عن مسؤول رفيع في طالبان قوله إن الحركة لن تعتمد النظام الديمقراطي في أفغانستان وستتبع القوانين الإسلامية هذا وقد بدت شوارع العاصمة الأفغانية كابل هادئة بعد ثلاثة أيام من سيطرة حركة طالبان على المدينة الأحد الماضي وأظهرت صور سيابا في حركة المرور فضلا عن الوجود الأمني الكثيف لمسلح طالبان لسيما في المنطقة الخضراء التي تضم عددا من سفارات الأجنبية والمؤسسات الحكومية أعبر بعض الشباب عن أملهم أن يواصل الشباب والنساء تعليمهم في ظل وجود طالبان حسب قولهم فيما جدد الطالبان تأكيد أنها ستحترم الحريات في إطار الشريعة الإسلامية ينضم إلينا عبر الإنترنت من الدوحة دكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة لدراسات العليا دكتور إبراهيم مرحبا بك دكتور إبراهيم أيضا ينضم إلينا كذلك عبر الإنترنت من كابل دكتور عبد الجبار بهير رئيس المركز الأفغاني للإعلام والدراسات ورحبا بضيفي وأبدأ معك دكتور إبراهيم دكتور إبراهيم في أول خروج للرئيس الأفغاني أشرف غني يتحدث عن عودة محتملة إلى كابل والاستمرار في الدفاع عن أفغانستان ما الذي يقوله هذا الرئيس أشرف غني في هذا الخطب الذي خرج به قبل قليل؟ الرئيس أشرف غني قدم هذا التصليح ولكن لم يفسر كيف وما هي الآلية التي بإمكانه أو التي سيستخدمها من أجل العودة إلى أفغانستان في الحقيقة هذا من غير الواضح أصلا من غير الواضح لماذا هو ترك أفغانستان وهرب إذا جاز التعبير في حين أن كان هناك دعوات من قبل طالبان إلى الرئيس أشرف غني بالبقاء والانضمام والدخول بعملية سلمية ثم أيضا هناك آخرين هو ليس المسؤول الوحيد من الحكومة هناك حميد كرزاي وهناك عبد الله عبد الله وهناك آخرين من الذين عملوا ضمن الحكومة السابقة ولم يكن هناك مبررا من أجل أن يترك البلاد ويغادر ثم يطلق مثل هذه الدعوات بالعودة من ناحية من حيث المبدأ لا أعتقد أن هناك صعوبة كبيرة في أن يعود ويدخل بالعملية السلمية خصوصا أن الطالبان هي تحاول أن تكسب شرعية دولية من خلال ما تكون به ومن أجل أن تضم الجميع إليها ولكن هذا يعتمد على النواية التي يحملها الرئيس أشرف غني وهنا أذكر بالتصريح الذي صدر عن جو بايدن الذي قال بأن أشرف أنه رفض التفاوض مع طالبان وأصر أن يقاتل فمن غير الواضح في الوقت الحالي إذا كان هناك ينوي أن يستأنف مثل هذه المقاومة ولكن لا يوجد حتى الآن من سيكون مع الرئيس أشرف غني ولذلك تبقى باعتقاضي حتى هذه اللحظة هي ضمن التصريحات لا أكثر وراطة نعم أذهب إليك دكتور عبد الجبار دكتور عبد الجبار هل بدأ الرئيس أشرف غني وكأنه كان أسيرا للحظة الرئيس محمد نجيب الله وكان خائفا من أن يلقى نفس المصير وخاصة أنه استحضر هذه اللحظة في خطابه أيضا دعني أسألك كيف سيعود لعل مغادرة الرئيس الأفغاني وبعد أن تم المغادرة بشكل واضح وكان هناك دلالات واضحة لدى الشعب الأفغاني والمجتمع الدولي تصريحات الرئيس أو كلمة التي نشرت قبل قليل للرئيس الأفغاني لعلها كان إجابات لتلك الاتهامات وهي اتهامات موثوقة الرئيس بايدن اتهم الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني أنه كان لا يوافق على تسليم السلطة وإنجاح المفاوضات الأفغانية الأفغانية بتوافق طالبان أمريكي وكذلك أشرف غني أشار في كلمته إلى أنه هرول وبكل صدفة وبدون أي إعدادات حتى أنه كان لا يملك إلا الأحذية وله عمامته ودون ذلك حتى كراسته تركتها على الطاولة هذا يعني أن هناك كانت تصريحات للسفارة الروسية واتهم الرئيس بأنه كان يحمل أموالا وملايين دولارات كان يحملها لكنه لم يستطع وفي الوقت نفسي كان لعل الرئيس الأفغاني أدرك الموقف الجات لحركة الطالبان ولعله يكون صحيحا في هذا حسب المعلومات أن الحركة عدة مرات فاوض الرئيس الأفغاني سواء عند الدورة الأول له أو عندما كان رشح نفسه في المرحلة الأولى كان هناك أمل أن لا يوقع الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي وعد على حسب المعلومات المقربة لحركة الطالبان حركة الطالبان آنذاك أنه لا يوقع اتفاق الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي سيكون رئيسا وسيفوض حركة الطالبان مرة ثانية كان عندهم اتفاقات أنه لا يخالق بمجرد أن يسأل إلى السلطة لكنه كان واجه عدة تحديات من المنافسه عبدالله عبدالله وهو الذي يعرق لكل مفاوضات الأفغانية الأفغانية سابقا لكن كل هذه كانت لعلها وعود كاذبة وحركة طالبان أدركت وبالتالي كان حركة طالبان موقفها واضح وعدة مرات صرحة متحدثون باسم حركة طالبان ومفاوضون في الوفد التفاوضي بالدوحة سهيل شاهين وستانك زاي يصرحوا بأن رأس الخلاف ورأس الذي يعرق للمفاوضات الأفغانية الأفغانية وإنجاح المفاوضات الأفغانية الأفغانية هو الرئيس الأفغاني ووجوده يعني أنه لا يمكن أن يسل إلى نتائج واضحة مع الأفغاني لإنجاح المفاوضات فلعله أدرك أنه ليس أمامه إلا أن يكون مسيره مسير نجيب الله الذي قام نفس الحركة قبل 25 سنة عندما جاءت واستيطرت على الحكومة في العاصمة الأفغانية كابل وكان القضاء على هذا الرجل بتهمة الخائن وأنه شيوعي وفي الوقت نفسه يعني الرئيس الأفغاني وكأنه يعارض المواقف السياسية المعلنة عمر الله صالح أعلن أنه في ظل هروب وفي ظل غدر الرئيس الأفغاني مع الشعب الأفغاني وهروبه من أفغانستان بدون أي يعني توافقات سياسية وبهذه الصورة بالتالي يصبح هو الرئيس المكلف على حسب القانون ورقم أن المادة غير صحيحة على القراءة لأمر الله صالح هناك قراءة واضحة للدستور الأفغاني ورئيس الأفغاني كذلك أيد للتفاوض الأفغاني الأفغاني الجاري وكأنه يناشد الشعب الأفغاني والسياسين الأفغاني وحركة الطالبان بصورة وبأخرى أنه لا يأمل في عودته وأن المتقبل الأفغانستان لا يبد أن يكون هناك توافقا أفغانيا لنقل السلطة وإن لم يصرح بنقل السلطة وأنه وعد أنه سيعود سلميا وأنه لا يريد إراقة الدماء هو دعم المفاوضات الجارية مع قيادات لحركة الطالبان مع الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي وعبد الله عبد الله وهو الرئيس لجنة المصالحة الوطنية لكن عبد الله عبد الله كان له تصريحات واضحة أن الشفقاني ترك الوطن وترك المصالحة ومتقبل أفغانستان وورط كل شيء بأمور لا يستطيع أن يعبر عنها دكتور عبد الجبار نعم إذن دكتور عبد الجبار هل ظهور الرئيس الشفقاني بهذه الرسالة يغير من معادلة المشهد الأفغاني يغير حتى من حسابات حركة طالبان في هذه اللحظة أما أن الرجل فقط خرج ليدافع عن نفسه فيما يتعلق بمطالبة الأسفير الأفغاني لدى طاجكستان بإبلاغ الانتربول واتهامه بالهروب بمبلغ كبير من أموال الدولة لعل يريد الرئيس السابق الشفقاني الآن أن يوضح لشعب الأفغاني وفي الوقت نفسه يوضح للمجتمع الدولي أنه ليس المسؤول أمام كل هذه الويلات وكل هذه الواجهة السوداء التي لا تساعد تسريع عملية المفاوضات الأفغانية الأفغانية كان هناك إنفلات الأمن في كابل وهو قراءته لا تمشي مع الواقع الذي شاهدناها قبل ثلاثة أيام هو له كلام أن مقاتل حركة طالبان وهو في القصر الرئاسي أو قبيل مقاترتهم من قصر الرئاسي وصل إلى القصر الرئاسي مقاتل حركة طالبان دخلوا في يوم الأحد وكان المعلن أنهم لا يدخلون وكان المتفق بين حركة طالبان والجانب الأمريكي عدم دخول مقاتل حركة طالبان لكنهم دخلوا على مشارف مدينة كابل ثم رجوا تراجعوا بطلب طالبان وليس مؤامرة وإنما كان هناك سوء تفاهم بين مقاتل حركة طالبان وبين الموقف السياسي لحركة طالبان المتفق مع الجانب الأمريكي ولم يصل إلى القصر الرئاسي ولا إلى وسط المدينة هناك أنباء موثوقة أن الرئيس الأفغاني هو الآن تكلم عنه كان يتوجه إلى وزارة الدفاع لكن المعلومات الموثوقة من حلقته من رجال الأمن للقصر الرئاسي قبل مغادرة أمروا بأن يذهبوا إلى وزارة الدفاع وهناك الرئيس يأتي وله كلمة لكن بعد أن ذهبوا وبقي الحلقة الخاصة الذين سيرافقوا الرئيس الأفغاني وهم عشرات سيرافقوا الرئيس وكانوا هم الذين يعرفون عن خطة الرئيس لمغادرته كان هناك مروحيات وصلت إلى القصر الرئاسي وحملوها إلى مطار ومن ثم غادر البلاد وكأنه يريد أن يشوه المعلومات وحلقته تعرف كل ذلك والذين كانوا يعملون في القصر الرئاسي والمجلس الوزاري والمقربون له يعرفون لكن هناك من لا يعرف الخطة حتى الوزير الدفاع الأفغاني بسم الله محمد كان يأسف على هذه الخطة التي فوجأ هو معناه أن كان هناك هو وزير الدفاع ولا يعرف عن كل هذه الأجندة معناه أن الرئيس الأفغاني الآن عندما يسرح ويقدم الإجندة يخالف ما هو الواقع وزير الدفاع فوجأ بمغادرة الرئيس وله تصريحات على تويتر نشره عقب مغادرة الرئيس الأفغاني عبدالله عبدالله كذلك فوجأ وله تصريحات واضحة ابقى معي دكتور عبد الجبار كلمة الرئيس الأفغاني نعم ابقى معي دكتور عبدالجبار ينضم إلينا عبر الانتشناتمن جنيف مستشار الرئيس الأفغاني السابق طارق فرهادي سيد طارق مرحبا بك سيد طارق دعني أسألك كيف تبعت تلك الكلمة التي خرج بها الرئيس أشرف غني قبل قليل طبعا هو كان مختبئا خلال الأيام الماضية والإمارات العربية المتحدة أصدرت بيانا مفاده أنه الآن موجود في الإمارات العربية المتحدة إذن لهذا السبب كان عليه أن يصدر بيانا كما فعل اليوم ويخاطب الشعب الأفغاني ولكن طبعا الكثيرون هناك في أفغانستان لا أعتقد أنهم سيصدقون ما تفوه به وما قاله فهذا الرئيس قاد الاقتصاد إلى الحضيظ وحتى قاد الجيش إلى أدنى المستويات وكان هو وراء الألم والمعاناة التي رأيناها لأمهاتنا وأخواتنا على شاشات التلفاز وملأة شاشات العالم بسبب ما تسبب به من آلام لأطفالنا وأمهاتنا سيد طارق دعني أسألك هل يغير خروج الرئيس أو ظهور الرئيس بهذه الرسالة التي خرج بها قبل قليل هل يغير من المشهد السياسي في أفغانستان هل يغير من خطة حركة طالبان فيما يتعلق بالحكمة المقبلة وحكم أفغانستان لا تأثير لها ولن تغيرها صفر تأثير لما صح التعبير ليلة أمس مستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة السيد جاك سوليفان قال أن السيد أشرف غاني لم يعد فاعلا مهما في المشهد الأفغاني إذن هو لم يعد له أي تأثير في أفغانستان إذن حديث الرئيس أشرف غاني عن مسألة خروجه من أفغانستان هل بدأ وكأن الرئيس كان خائفا من أن يلقى مصير محمد نجيب الله وخرج دون أن يلقي بالا إلى أفغانستان بمواطنيها حتى بمستقبله السياسي إن كان له مستقبل سياسي بعد ذلك؟ طبعا لا أعتقد أن له مستقبل سياسي في أفغانستان بعد الآن فقد غادر البلاد لأن الخطر الأكبر الذي كان يواجهه جاء من حراسي الشخصيين أنفسهم وحقيقة الأمر أن أحد حراسي الشخصيين هم من يسر دخول عناصر حركة طالبان إلى القصر الرئاسي وعندما رأيتموه في المشهد وكان يلبس لباسا مختلفا عن ما كان يرتديه عناصر طالبان في ذلك اليوم نعم ابقى معي سيد طارق فرهادي أعود إليك مرة أخرى بعد قليل أذهب إليك دكتور إبراهيم مفريحات دكتور إبراهيم هذا المشهد الذي تبعناه قبل قليل وخروج الرئيس غني واتهامه على ما يبدو حركة طالبان بأنها دعمت انقلاب وأنه كان قد خرج تجنيبا للدماء هل تعتقد أم تتفق مع ضيفية أن هذا الخروج لا يغير في المشهد السياسي ولا مشهد حركة طالبان للحكم شيئا أتفق كليا بالحقيقة أعتقد أن شرف غاني أصبح جزء من الماضي كان لديه قوة رمزية على الأقل ليس بالضرورة قوة عسكرية ولكن لديه قوة معروية باعتباره الرئيس المنتخب وهناك يمثل الطرف الآخر بالمعادلة وكان بإمكانه لو بقي في أفغانستان أن يغير الكثير وأن يدخل في مفاوضات مع طالبان وكان بإمكانه أن يؤثر بالمشهد كبيرا لأنه يمتلك الشرعية ولكن في ظل وجوده هناك والشرعية أيضا يمتلك الاعتراف الدولي أن المجموعة الدولية هي تعترف بهذا الرئيس وهو موجود في كابل ولكن هروبه من أفغانستان وهروبه لوحده أيضا لم يتبعه أحد ولم ينضم إليه أحد أصبح هو جزء من الماضي وهذه القوة الموجودة بين يديه التي كان بإمكانه أن يستخدمها لم يعد بإمكانه أن يقول الكثير ولذلك لم يكن من المفاجئ تصريح جاك سوليفان مستشار الأمن الكوم الأمريكي بأن أشرغاني لم يعد جزء من المشهد الآن اعتقادي العملية السياسية في أفغانستان تأخذ منحنة آخر باعتقادي الشخصيات المؤثرة والمهمة في هذا الموضوع هي عبدالله عبدالله وحميد كرزاي الذين بقوا في أفغانستان والآن أصبحت طالبان هي تحاول التواصل معهم من أجل الحصول على الشرعية الدولية من خلالهم على اعتبار أنهم مقبولين دوليا وطالبان تريد بكل الأثمان كما لاحظنا من تصريحاتهم الحصول على شرعية دولية وأن تكون جزء من المنظومة الدولية وأن لا تتحول إلى مجموعة أمريكا أو منعزلة كما كان الحال بالفترة الأولى من حكمها بمرحلة التسعينيات من يمنح هذا الغطاء ومن يمنح هذه الشرعية هي وجود شخصيات من خارج الحركة شخصيات متزنة وسطية مثل عبدالله عبدالله وحميد كرزاي وبإمكانهم أن يدخلوا بهذا الموضوع وبإمكانهم أن يحققوا مطالب وكان بإمكان أجل غاني أن يكون جزء من هذه المعادلة ولكن في الوقت الحالي خروجه أصبح خارج المشهد السياسي وأنهى مستقبله السياسي بنفسه لا أعتقد حتى أيضا أن هناك من سيذهب للتحالف معه خصوصا أن حلفائه المقربين مثل الوليات المتحدة مستشار الأمن القومي يقول بأنه أصبح خارج المشهد السياسي حتى الرسالة التي ألقاها بالمناسبة هي رسالة مقتضبة لا يوجد لها معنى حقيقي على ما سيكون به لاحقا مجرد القول بأنني سأعود إلى وطني هذا لا يقدم ولا يؤخر الكثير ولكن لا أريد أن أقول أن الباب أغلق تماما ولكن بإمكان أجل غاني أن يدخل للحلبة مرة أخرى السياسية إذا استطاع أن يدخل في حوار ومفوضات وتعامل أيضا مع اللجنة المصالحة وبإمكانه أن يعيد إحياء نفسه فالباب ليس مغلق بالكامل ولكن بالطريقة التي خرج بها والطريقة التي يلقي مثل هذا الخطاب الفضفاض المختصر الذي يفتقد إلى الآليات وإلى الجدوى مما يقوم به لا أعتقد أن هذا سيعطيه الكثير أو سيوصله إلى معنى محدد والقرى في مرعبه وباعتقاد العملية السياسية ستستمر في أفغانستان كما تحاول مرة أخرى طالبان أن تحصل على الشرعية وتثبت العالم بأنها تقود بطريقة أخرى هذا لا يعني أنها ستنجح ولكن بدأنا نرى التصريحات مثل المسؤول العسكر البريطاني بقوله بأننا لم نرى ممارسات من طالبان كالتي رأيناها في السابق بالحديث عن ممارسات طالبان وبالحديث عن الشرعية الدولية أذب إليك دكتور عبدالجبار بهير دكتور عبدالجبار في الوقت الذي يتابع فيه العالم أجمع ممارسات حركة طالبان وسلوكها على الأرض وهناك من يطالبها بأن يكون الكلام مثل الفعل نجد اليوم أن هناك ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب عشرة أخرون كيف تبعت هذا ومن المسؤول عن هذه الصورة التي خرجت اليوم من أفغانستان لعل مغادرة الرئيس بهذه الصورة التي كاد الآن وضح أن كل من يعرقل المفاوضات الأفغانية الأفغانية ولا يريد إنجاح المفاوضات الأفغانية الأفغانية هو الرئيس الأفغاني وأخيرا لم يترك أمامه إلا أن يجعل الشعب وحركة والمجتمع الدولي على لوحة لا أحد يستطيع أن يكتب عليها ما هي هذه النتائج حول مستقبل أفغانستان بطبيعة الحال حركة طالبان لا زالت تواجه عدة تحديات نعم لها تسريحات ولها منشدات أنها تعترف أو أنها تعطي الحقوق أو أنها سوف تصحح الأخطاء التي كانت محسوبة عليها في التسعينات حقوق المرأة وحرية الفردية وحرية العلام وما إلى ذلك لكن فيما يبدو لازال قراءتها المتشددة جعلت الحركة لا تستطيع أن تخرج عن هذا الإطار المتشدد رغم أنها تنازلت عن أمور عدة نحن اليوم إذا ما رجعنا التلفزيونات الخاصة في كابل نرى أن هناك إمرأة تظهر على التلفزيون وتواجد حركة طالبان لا يخالف أو لا يمانع هذا الظهور لكنها غيرت إلى أنها محجبة وليس بصورة التي كانت تخرج على شاشة التلفزيون أو تظهر على شاشة التلفزيون قبل أسبوع على الأقل حركة طالبان اليوم واجه هذا التحدي في ولاة ننجرهار وهي شرقي بلاد لكنها لم تأتي نتيجة لأنها لا تسمح للمظاهرات أو لا تسمح لحرية الموقف وإنما لعل الحالات الطارئة التي يمر عليه البلاد وهي لا تساعدنا ولا يساعد أي بلد مثل هذه الظروب أن يكون هناك مثل هذه أمور الثنائية التي تجعل الأمر يختلف تماما أو تجعل الأمر يصل إلى منتهاها في القصاوة لعل المواقف الاستفزازية لازال هناك أياد داخلية والخارجية تريد عرقلة إنجاح المفوضات الأفغانية الأفغانية لازالت تريد أن يستفز الموقف الطالباني حول كل هذه التنازلات حركة الطالبان لم تعلن بعد في أفغانستان إمارة أفغانستان الإسلامية ولازالت تنتظر نتائج واضحة على ماذا سيتفق الأفغان على ماذا سيتفق المسمى للبلد وعلى ماذا سيكون راية البلد وعلم البلد نعم رايات بيضاء لازالت تمثل حركة الطالبان هناك رايات على السيارات وعلى المقارات الحكومية وعلى كل مواقع التي دخلت إليها حركة الطالبان لكنها لا تمثل راية الحكومة لأن الحركة لم تعلن بعد حركة لازالت تواجدها في العاصمة الأفغانية على حسب التصريحات جاءت لتأمين العاصمة الأفغانية كابل على حسب الفجوة التي خلفت المغادرة للرئيس الأفغاني وغدر الرئيس الأفغاني مع الشعب الأفغاني ليس أمام حركة الطالبان إلا أن يكون هناك تواجد لأمن كابل ونحن شاهدنا أول يوم نعم وضحت الفكرة دكتور عبد الجبار هناك نهبا وضحت الفكرة دكتور عبد الجبار اسمح لي أن أذهب إلى ضيف مستشار الرئيس الأفغاني السابق طارق فرهادي سيد طارق هذا المشهد مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عشر أخرون يضع علامة استفهام على ما الذي تشهده أفغانستان في المرحلة المقبلة في ظل أن العالم أجمع يحاول أن يعطي رسائل لطالبان بضرورة الاعتدال في التصرف والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان نعم حركة طالبان يجب أن تتحلى بالصبر مع الناس مع المواطنين فالناس تعودوا على رؤية رايات وأعلام حركة طالبان وبالتالي ربما ينبغي أن تتحلى ببعض المرونة وأن تتقبل وجود رايات أخرى في المشهد الأفغاني نعم نتحول الآن مشاهدنا إلى الإجازة الصحفي للخارجية الأمريكية فلنتابع